احنا مستمرين مع حضراتكم وحدثنا عن الجامعات المصرية عندنا كمان اخبار عن ادراج 24 جامعة مصرية بتصنيف شنغهاي الصيني للتخصصات الاكاديمية وده حصل السنة خلينا نعرف بالتفصيل اللي حصل معنا على التليفون دكتور أشرف عبد الباصط رئيس جامعة المنصورة مساء الخير على حضرتك يا دكتور انا ببارك لك الحقيقة على ده لانه احنا كنا بنتكلم في 2022 النهار ده يعني بنتكلم على 24 جامعة داخل هذا التصنيف في 2020 كنا بنتكلم على 4 جامعات مصرية فقط برأيك يعني اي القطاعات اللي نهضت بالجامعة المصرية في هذا التصنيف وازاي تم هذا التطور مساء خير على حضرتك بس عشان حاجة تبعافها طبعا يعني تصنيف شنغهاي ده من اقوى التصنيفات الموجودة صحيح وهو تقريبا بيعمل الرانكينج او التصنيف في حوالي 45 تخصص في خمس مجالات يعني في الجزء الطبي والجزء الهندسي والعلم الحياة والعلم الطبيعية والعلم الإنساني بيعتمد في التقييم في كل واحد من هذه التخصصات على خمس مؤشرات منهم مؤشرين خاصين بالنشر العلمي حضرتك هنا يا دكتور بتتحدث عن معايير هذا التصنيف للاختيار بالضبط كده عشان حاجة تبعافها ليه احنا بنزيد في هذه التصنيفات منها النشر العلمي منها اثنين من المؤشرات اللي هما ذقعوا بالنشر الكامل اللي بيتنشر في المجالات ذات يعني بسموها الكيوان جورنال اللي هي المجالات أو دورية العلمية اللي هي عالية المستوى وكمان العدد الاتشهادات من ما تم نشره والانترناشنال كوبريشن يعني التعوان الدولي في هذه الكامل ثم الجوائز المنسوبة بيخدو طبعا زي ما حالك يعني احنا الجماعات السنة دخلت في النشر العلمي اللي دخلت فيه الأكبر هو بيأسف أكبر خمسمائة جمع يعني أول خمسمائة جمع فالعدد الجماعات اللي دخلت في أول خمسمائة جمع أكثر من أربع أضعاف أو خمس أضعاف تقريبا السنة اللي احنا كمنصورة الفنادي احنا دخلنا في عشرة من التخصصات عشرة ما بتسبقناش غير جامعة القائرة بس خمستاشر لكن احنا تاني جمع في عدد التخصصات اللي دخلنا فيه التخصصات اللي احنا دخلنا فيها منهم طبعا فيه أربعة من الحاجات اللي أنا قلت الحركة عليها لكن منهم أربعة في المجال الطبي وتلاتة في المجال الهندسي واحد في العلوم الطبيعية واثنين في علوم الحياة اللي أنا عايز أأكد عليه بس حركة ان في التلاقي من العشرة دولي احنا ثلاثة طالعين فيهم الاول يعني الطب السريري والاول على مستوى مصري يعني الطب السريري والاتنولوجيا الطبية والعلوم الرياضيات والعلوم الرياضيات إن الجامعة الوحيدة بتخلق في الخمسمية الأوهان ده بيعكس إيه زمحوية تحقيق يعني كم النشر العلم اللي تم طب ليه النشر ده بيديد أولاً الاهتمام الرياضيات والوزارة والجامعات لهذه المنظومة اللي نحاكم بتدسية يعني هاي حد الوقت لما بييجي طالب عايز يلتحق بالجامعة وإحنا طبعاً في عصر العلماء بيخش ويشوف الجامعة دي تتبه إيه فده بيجذب لنا الطلبة وافدين أكتر يعني لما بيلاقي إن الجامعات ده حاجة تانية جامعة تانية عايزة تيجي تعمل وده يا دكتور أعتقد أنه حتى يؤثر على الشهادات المصرية يعني أنا بقى متخرج من جامعة مصرية معتمدة عالمياً في تصنيفات عالمية ده يؤثر على الشهادة دي ما سافرش بره ويقولوا لي شهادة محتاجة تتعادل بالزبط لما تيجي مثلاً دولة بتيجي تابعت لنا الطلبة بيبص وعلى يقول أنا مش هابعت الرنك إلا جامعة الرنك بتاعها من 500 الأوال أو من 300 الأوال صحيح أو 200 الأوال فده كله كده الاهتمام نحن نتعامل دورات كثيرة عشان نقدر ندخل أو نقدر ندخل داتا بتاعتنا بالشكل المنظمات اللي معنية بذيراً كانت تقدر تاخد منها الداتا ده طبعاً تعمل عليه دورات والاهتمام كمان في كل جامعة إن احنا نزود حوافظ المشري يعني إذا كان فيه يعني حد من الباحثين بيشهر في الكي وان جورنال بياخد حافظ مادي من الجامعة بتاعته فده كله طبعاً والغيرة بقى العلمية زي ما حك يعرفها هو التنافس كل حالة التنافس الإيجابية الإيجابية بالضبط كده بين الأفراد وبين وبين الجامعات أيضاً وبين الجامعات مع بعضها فده كله بيانعكس في الآخر على منظومة التعليم العالي في مصر بحالها طيب حضرتك قلت إن جامعة المنصورة كانت ترتبها في يعني رقم كام في التصنيف وأيضاً عايز أعرف الجامعات المصرية الجديدة اللي انضمت السناد دي ليه هذا التصنيف لا فيه جامعات كثيرة دخلت أنا متحرك احنا كنا سنادي احنا عشرين احنا عشرين جامعة اروح عشرين جامعة زيادة عشرين على سبيل المثال اه زيادة عن التصنيف اللي فات عشرين عشرين يعني حوالي عشرين جامعة الزأزيق طبعاً دخلت فيها كان عندها قبل كده في العلوم الهندسية دخلت يعني ليها في العلوم الهندسية كويس زاودت جامعات صغيرة زي جامعة كفر الشيخ دخلت بشكل كبير في اتنين من من التخصصات عندنا في البنسويف دخلت في واحدة يعني في جامعات كتير دخلت مرة دي ما كانتش موجودة قبل كده صحيح أنا بشكر حضرتك دكتور أشرف عبد الباصد رئيس جامعة المنظورة شكراً جزيلاً على وجودك معنا دلوقتي